حود لو قلت لك ايه ابرز الزواهر اللي شفتها وابرز الحاجات اللي شفتها في الاسبوع الاول من الدوري شفت ايه طبعا احنا معنا احصائيات هنتكلم عليها وحاجات كتيرة بس سريعا طبعا بداية كانت قوي جدا للدوري عجبني جدا التصوير السنة دي مختلف تماما عن السنة اللي فاتت وده شيء بيضيف لل ممكن اقول حاجة ده عشان ما قلت لاشه الله تفضل النقل عظيم ده ايه عشان بس انا عارف انه الناس دايما بتحاول تدور على السلبيات وتمسك فيها بس النقل من اول الموسم عظيم ده بحاجة بنورة نقول يا جماعة بنورة ببساطة يعني عارف انت اللي هو اقولك ايه روح مسكين فأصلا مش عارف الكلمة عاملة زي والاسم ايه اقول اللي مش عارف ايدي لتاحت ننقل احنا دايما بنعاني من النقل احنا مش ممكنش بنعرف نفرج على مطشنات مع كامل الاحترام يعني طبعا نهاردة بنشوف النقل محترم جدا يعني وكان نسي نفات مسلا نشوف بعض المبارات اتش دي وبعض باتش دي السنة دي تشايف كله واخد بالك يا كريم ده يساعد بشكل كبير جدا في القرارات التحكمية مم يعني كل الزوائل اتاخد بها الكادرات وال والهاي دفينيشن دي سالا هتخلي ان انت تيجي تاخد القرارات بتاعة الفار هتلاقي بسهولة جدا صح اتفاع الكاميرات كمان حلو جدا وسبايدر في كل الكاميرات شايف المباراة ده حي اللي زحلاتكم بقى وهم بيحللو انا عارف احلل انا شايف الملعب بالزبط ده حي فطبع ده اتطور كبير وبصراحة الدولي بدي قوي مبارات زمان كوبيرامس كانت قوية جدا فالامور بدأ ان شاء الله يكون موسم جميل ويكون يليق بالجمهور المصري طيب تعالى بقى نتكلم على اه بعض الارقام وبعض الارقام بس ااخد كلمة من فاروق وبعد كده طبعا اشوف برضو رأيه فيما حدث في الجولة انا عندي رأي في موضوع الكاميرات ده اتمنى انه يستمر ايوة مايبقاش جولة اتنين اه وعدد الكاميرات يقل اه والزاوية قل اه الدرون يتلغي اه السبايدر مايبقاش موجود دي بموجود موضوع اهلي زمالك بص انت جاملت اه ان الموضوع ده تحصل الدوري اللي فايل هقولك بس هاد انا هليحك اه انا عامل ما اخش على الهوى المهض المسؤول عن هزا القمر تمام سألتوا السؤال ده بالزبط ماشي كده انا بص انا اعطيعتك عشان هريحك اه بكتره طايل ماشي او الدنيا حلوة ماشي عايزيها تقات اربع عسابية وبعد كده يا هبا ماشيات اهل زمالك بس قال لي بص اوعدك هيبقى كله كده ممتاز قال لي بص بتزق بكل المكاكل كل حاجة هتبقى ماشيها انشاء وحد تبقولي كده ان شاء الله بدون مقاطعة وبدون اي اسباب خارجية احنا ان شاء الله هننقل الدوري كله بالشكل ده سألت السؤال لبزاوت اش كده انت اوما قلت ابتسامت سألته قبل يخش على هوا على طول تفضل. والنقطة تانية الاخراج. اه. الاخراج اتطور في فكرة الاعادات. صحيح. كلنا الاول نشتكي ان ممكن تلاقي الماتش شغال والاعدات اخرت فتتعرض والماتش شغال. ايه. دلوقت انا ملاحز انه الاعدات بتتعرض في وقتها. ايه. الفار لما بيبقى فيه فار بيتعرض في وقته. بتشوف الشاشة اللي شغال الحكم بيتفرج عليها زيك زي اي مكان تاني في العالم في فار. فكمان على مستوى الاخراج كان فيه طفرة كبيرة. برضو اللي لاحظته في الجولة الاولى وعايز اتكلم عنه انت اتكلمت عنه قبل الفقرة التحكيم. صح. انا شفت حكام اه صعدين في الجولة دي خدوا دوري ممتاز كانوا متقلقين. صح. والعين اللي اختارتهم مش بس اختارتهم بناء انا على اختيار عشوائي. لا ده خضعوا الاختبارات. برا باريك. واللي عرفته انه هم اختبارات مش بس بدنية. لا ده اختبارات وامتحانات. وتم اختيار النخبة. حكام النخبة اللي بيتحكمه في دور ممتاز. خلاص بقى الهيستوري بتاعهم ده تلغى التاريخ الحكام. الاسماء الشهيرة. الكلام ده كله. لا. انت عندك كفاءة. هتكون موجود. وهتاخد مباراة. والفكرة كمان ان انت فلترت. يعني انت خليت عدد معايم. مش اللي هو ايه اصحى من النوم. هتحمد محمود من هناك او كده. وهتولعب مطش دوري ممتاز. ده بس بردود يندينه مطش كده عشان هو محتاج مطش يا. فيش كده. هو راجل عمل قايمة صغيرة يشتغل عليها. بالزبط. والحكم اللي ما بيبقاش موجود. صح. هو عارف ان هو قدامه فرصة ان هو يبقى موجود. بالزبط. التطور. لان الحكام. يا القايمة دي ما تقفلتش. صح. هو اتكلم كمان ان الحكام اللي هتقدي. اداء جيد هتبقى موجودة. واللي هيقدي اداء سيء. مش هيبقى موجود. بان احنا لو شفنا رجعنا كل المطشات تقريبها ان المطشات عدت بلا اخطاء. بس مباراة الاسماعيلي وزد كان فيها خطائين. وهو كان حاكم دولي كمان. مش حاكم صعب عشان الناس تقول ان تجربة الحكام الصعدة كان فيها خلال. لا. اوه كان حاكم دولي كابتن ابراهيم نور الدين. ده كان المباراة الوحيدة اللي تقدر تقول كان فيها شوية قرارات اه. اه. انا وانت ومحمود واللي جبنا وكل الناس عارفين ان كي كده اخترت. وردة. هتفضل وردة حتى في الدولة الانجليزية. بس جاءت من حاكم دولي. وده دليل ان الحكام الصغيرين. اه. يعني الفكرة. لا اه فكرة كويسة. اه لازم يبقى فيها دعم. ولازم الحكام الشباب يبقوا موجودين. اه بكسرف وياخدوا مباراة كمان كبيرة وجماهيرية. يمكن في البداية اخدوا مباراة شوية مش جماهيرية. ولكن بعد كده هياخدوا الوحيدة نشيل منها اليوم الضغط يعني. بالزبط.